سلسل رعبه كده ايه ده اضل خفت انا كده يا عمي مجاهد انت ظلمي I've abandoned my child ورحمت ابويا انت ظلم I've abandoned my foot بديهل انت بنيتو مع ابويا ايه احنا انا محبا بيكم في حلقة جديدة من فشاوي تيفي معاكم عبدالرحمان فشاوي والنهاردة هنتكلم عن المثالثة الجديد جمال الحريم الاسمي وحيلك من الاول ان هو اسم المهرجان اللي حمو بيك بس لا اوعيب عليك ده شوف المثالثة اللي بقى بيتقال علي ايه المثالثة اللي يحمل طابع تشويقي واثارة ودرامة مغايرة ومختلفة عن الساجد يا تارى الكلام ده بجد وملا هو مهرجان تعالك واش في الحلقة او هنعرف الكلام ده سوا انت هتعملي حاجة غالط دخل على حاجة خطر وبتنكري كل حقيقة عايشها وعد عايشها المكتوب على الجبين قبل بنتكلم عن قصة المسلسل تعالوا بس نتكلم شوية كده زي ما اتكلمنا قبل كده عن قد ايه النجاح الكبير اللي عملوا مسلسل معارقة طبيعة على مستوى العالم ما شاء الله يعني احنا ببنحسدش فده ساعد كتير من المؤلفين والمخرجين وبالذات المنتجين ان هما ينزلوا باعمال في نفسه سياق الرعب الفترة دي والموضوع بقى ارض خصبة بالنسبة لهم واضح ان الجمهور حب الموضوع فحابين استهدفوا نفس الجمهور اللي حب العمل الاولاني ده بس اللي ما اعرفوش ان مش التصنيف هو اللي شد الناس بالشكل ده هو ان المسلسل فعلا حلو هو اللي شد الناس ده وعشان حاجات تانية كتير منها مخرج المسلسل وابطاله والاكتر من كل ده هي القصة القصة اجدعان هي اهم حاجة فهنا حبوا ياخدوا التجربة دي كمان بس بقى بالنسبة لي موضوع ان انا شوف كلمة رعب على اي مسلسل او فيلم مصري بقى الموضوع فيه شكوك كتير بقيت داخل وانا مقال لا بس ذات ان المسلسل ده الحقيقة البوستر ما يوحيش باي حاجة نقول القصة بقى ليه مش واضحة اصلا يعني لو انت حد من انت تسرش وتوجد الكصة عبارة عن ايه مش هتلاقي كلام بيناوي بس يعني ايه اللي قدرت اتوصله هي ان الكصة كلها بتدور فيه عالم من شعوزة والجن والصحرا وبيوعه الناس ان موضوع الناس اللي هي بتشعوز ويفك لك العمل اللي مش عارف ايه والكلام ده مش حقيقي بس مع كل اللي ده دي بقى بنعيش شوية مع الكصص بتوعنا اللي منهم صفية اللي في الماضي في العصر القديم اللي ممكن تشوف الكلام ده في الاعلان اللي هي بتمثل رمز النقاء والطهارة بنعيش معها فترة وبننتقل للامتداد بتاعها وهي نور في العصر الحالي اللي بتحاول هي كمان تجاهد لمحاربة الظلام موسيقى موسيقى لو انت حاسس ان الكلام مش واضح قوي او ان الكلام ركب على بعضه او مش مفهوم حب اقولك حمد الله عالسلامة انت كده دخلت في المسلسل ودي اكتر حاجة واضحة في السناري والحوار بتاع المسلسل حقيقي فيه جمل بتتقال بيترد عليها بجمل تانية هاش اي علاقة بيها بس احنا احنا مرعبين احنا بص اترعب ايه ده ده في مشهد مثلا يبقى خالد سليم قاعد مع شيخ وبيكلمه بيقول له اي حاجة بقول له مثلا الجو حر او هنا الجو حر او النهاردة يا شيخ فيقول له حر يا حرارة جهنم واللي فيها فابلس بقى عمل فاحكاية بقى سوت يا باشا في ايه كتير بقى خد من ده كتير وفي كتير اوي فيه جمل يعني انا بكلمك ففوت في مرد انت بترد عليها بالمرد ده فتمنزل ازاك براكاية الحمد لله فتنس حالتك لحد ثاني خالد السيناريو حقيقي مشتت بطريقة صعبة كنت بحيس فعلا ان الكلام راكب على المشهد راكب على الكلام التاني فيه حاجة كده مش مفهومة ايه ايه وفيه حاجة مفيدة كون خدت بالك منها في اول الفيديو خالص هي حيثت ان انا بص شفت الضل فترعبت هو الصراحة يعني في الشوية اللي ما شفتهم في المسلسل الرعب ركيك اوي يعني بجد اللي هو مش كده واحب فاجئة كمان وقولك ان بالصالة عن النبي من اللي قرأته ان المفهومة المسلسل هيبقى خمسة واربعين حلقة ايه وزي ما انت سمعت كده انا من كم حلقة اللي شفتهم الحاش وبص يعني اضارت في وشي كده حسنا لسه بنحشي من اول كم حلقة ومال هنعمل ايه في البقائين انا قلت مسلاح هيبقى رنجو ثلاثين حلقة زي مسلسلات رمضان وبتاع لكن خمسة واربعين مش كتير يا كابتن وعايز بس اخطف يعني جملة سريعة كده بس عن المزيكة اللي بتحصل هي مش وحشة بس هيبتيجي فجأة يعني هو بحس المزيكة كده من كل ماشين مثلا هي مش فجأة عشان ترعبك يعني هي مش بتاخدم مشهد الرعب فتحس ان انت مرعوب او تخاف هيبتيجي فجأة لوحدة يعني مثلا مشهد حزنة حزنة وعلي حاجة ليه برضو بحس ان يمكن في مشكلة في توقيت دخول المزيكة اللي هيبتيجنا نتكلم شاية على الاخراج فهو المنال الصيفي هيبص صراحة الاخراج ما اقدرش اقول ان هو وحش الاخراج ممكن فعلا في مشاهي ديجي منه حاجات حلوة كتير التصوير بتاعها كمان ممكن يكون حالو بس بنقع في نفس المشكلة ان المشهد بيكون طبيعي جدا نفيش في اي مشاكل بنتين قاعدين مع بعض بيتكلموا عن حياتهم تحس ان طريقة التصوير بيبين لك ان ده مشهد رعب تلاقي بقى مشهد جاي كده بقى وكلوز تلاقي مش هيبتاني جاي المرض بتاعها بقى جاي كده وكلوز عليها هي كمان بعد كنا نجيب زاوية ويت انجل بقى كده وشافينه مهم اللي تنقل ليه وكان في فاسلاكة كتير اول صراحة في التصوير يعني مسلا ايه حد داخل في اه في مرسم الكلام ده مفيش في حر يعني حد داخل في مرسم كده فوضي ان هو دخل وبعد كده بيعد على اللوح فالكدر جايب وكده بقى ايه وبنصير شوحي اللوح بعد كده يرجع بعد كده يوقف عند لوحة وبعد كده يطلع له تاني بعد كده يرجع تاني وبعد كده نقرب على وش الممثل وبعد كده ليه ليه المراجيح دي فانا كنت حاسس ان هم بيع ادوها عن نفسهم جامد في التصوير وحقيقي باينة قوي ان المشاهد مفيش فيها تشويق مفيش فيها مش كل مشاهد المساعدة يعني بس المشاهد في مشاهد معانة فيش فيها تشويق فيش فيها قصارة فيش حاجة فيها ترعب اذا كانت من احداث او اذا كان ليه حوار بيحصل ما بين الممثلين المزيكة ما بتوحيش بكل ده ليه بحس ان طلقة التصوير محسامي ان انا في مشهد رعب لو كنت اتكلم شوية عن ممثلين انا حقيقي بحب نور جدا من زمان وجدت زعلان بجد ان هي في فترة معينة ما كدش بتظهر خالص على الشاشة والزا كان في افلام ولا في سينما حقيقي لما رجعت حبيت الموضوع وبحب وجودها على الشاشة هي فعلا ممثلة بتعب تمثل حلو جدا يمكن برضو هنا القصة مساعدتهاش بس هي ما دايقتنيش بأمانة تمثيل خالد سليم بقى مش عارف يعني انا متأكد ان فيه احسن من كده ممكن يطلع اقول المشهد ده اللي ما قلوه هو فيه صراحة فيه مشهد واقف زوري كده هوا جد مشهد مفهود ان هو كان بياخد دوش وطلع بيفتح لشخص ما الباب فطلع له لابس حطط الفوطة هو الصراحة جسمه جابت يعني مش هتتكلم بس ليه بقى نبين السكس باكس والمش عارف عشان يروح يفتح الباب ويمشي معا انا كان ممكن تلبس روب يعني هو صراحة الموضوع دايقني ليه باش هنبين لازم ان احنا نبين الفورمة الساحل دي خالص لو كده برضو عن تمثيل حازم سامير انا صراحة اعلم بحبه من زمان برضو من ايام مسلسل حبه رجل الغراب كان في بدايته المسلسل كان حلو كان فكرة لطيفة في مصر كان برضو مسلسل لازيز ممكن تفرج عليه انت بتاكل كجزء اول وشخصيته فيه كانت حلوة وتمثيله والله حلو بدانيش بس فيه مشكلة واضح ان هي في المكياج هو شعره بيض تمام مع معروف وهو شعره اصلا يعني هو حلقه بس باين ان هو بيض ده انه واضح انها متركبة وواضح انها سودة قوي يعني فيه 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 لنك غلط انا يمكن انها مركزت بزيادة بس حقيقي الموضوع كان ملفت قوي بالنسبة لي طب تسمحوا لي قبل ما 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 نختم خلاص الحلقة اتكلم عن المشهد الافتتاحي في المسلسل كان ده في اول الحلقة والله ان هو مفهود ان هو في عصر قديم وصراحة ديكوروت كان شكلها حلو بس هو فيه واحد قاعد ولمس لبس قديم عادي كده كان فيه الدم وعنب فكل عنبة فوقفت في زوره فقعدنا نجري معاه حبة وهو طول ما هو بيجري والشبابيك حوالي بتتكسر والحجاب بتقع من جنبه بس دي كانت درداشة خفيفة عن مسلسل جمال الحريم والاهم من رأيي هو رأييكم انتم يا ريت اسمعوا جدا في الكومنت تحت ويا ريت تقولولنا كمان حابين نتكلم عن ايه الفترة اللي جاية فيه احنا سجيان سخنين اهو ان شاء الله ما تقلقوش واهم حاجة لو نسيت لسه تعمل لايك انزل اعمل لايك وانزل اعمل لايك وانزل اعمل لايك وانزل اعمل سبسكرايب هتلاقي فيه جرس تحت كده فعله عشان كل ما ننزل حلقة يبعد لك متوفيكيش ان احنا نزلنا فريجة اللي حق تشوف على طول بس كده وكان معاكم عبدالرحمن الفشاوي وقابلكم في حالات جاية مريب جدا سلام هو 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 اسكتش يالله 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 لسه هنه يانهر اسود ان العمل سينفونية ضرامية ونقلة نوعية وجديدة على الضرامة المصرية ويحمل روح مختلفة جد مغمد